افتتح مكتب الصحة بمديرية التواهي بالعاصمة الموقعة عدن قاعة الاجتماعات والتدريب بعد الانتهاء من صيانتها وتجهيزها بأحدث المستلزمات جاء هذا الافتتاح في مركز الطوارئ التوليدية الشاملة بالمديرية بحضور وكيل وزارة الصحة لقطاع السكون دكتور سالم الشبحي ومدير عام الصحة الإنجابية بوزارة الصحة دكتور إقبال علي ومدير مكتب الصحة بعدن دكتور أحمد البيشي ومدير مكتب الصحة بمدرية التواية دكتور خالد عبد الباقي ومن دوبين من منظمة ميد جلوال وخلال التتين أقيمت دورة تدريبية لإعداد المدربين لمركز الصحة التولدية ويهدف البرامج إلى تدريب القابلات المجتمعيات في عدن والمحافظات المجاورة وإكسابهم المزيد من الخبرة بما يسهم في اكتشاف الأمراض مبكرا والوقايا من أي مضاعفات قد تؤثر على صحة الأم والطفل ويأتي افتتاح القاعة نتيجة جهود مستمرة لتحسين جهودة الرعاية الصحية في المنطقة وتعزيز قدرة الكوادر الصحية على مواجهة التحديات المتزايدة وفي نفس السياق تم تكريم منظمة العون المباشر الكويتية ومنظمة ميد جلوال من قبل مكتب الصحة بالتواهي ومركز الطوارئ التوليدية تقديرا لجهودهم القيمة في دعم القطاع الصحي بالمحافظة